اشتركوا في القناة الحكومة في تجاهل هذه المطالب العادلة والمشروعة نحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرعبني فرع نعلن عن تضامننا المطلق والمشروط مع نضالات الأساتذة ومع مطالبهم العادلة والمشروعة وننبدأ بالجريمة النكراء التي ارتكبها النظام يوم عمس وقبله ضد الأستاذات والأساتذة لا لشيء سوى لأنهم اختاروا طريق السلمية واختاروا طريق احتجاج السلمي ونحن نشاهد كيف كان رد الحكم وكيف كان رد المحكومة ضد هذا المطالب المشروعة نحن في الجمعية ترجمة نانسي قنقر